السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكوا الشباب يا رب تكونوا في افضل حال دايما النهاردة ان شاء الله تعالى هنتعلم ازاي نعمل حساب باي بال ونفعله ويبقى شغال استقبال ودفعه كل حاجة والحساب سواء مصري مغربي جزائري ايا كان دولتك ايه الحساب هيبقى شغال زي الفل وهنربطه كمان بسبق بيدلد نربطه بالطريقة الصحيحة ونعمل الملف الضريبي بتاعنا وكل حاجة نبتدي بقى في عمل حساب باي بال اول حاجة يا جماعة لازم حساب اه اللي انت عامله جديد او حسابك نفس الاميل ونفس البيانات هي هي اللي تعمل بها حساب البي بال ازاي الكلام ده وعشان مش تطلق بط في اي حاجة هتيجي على اكاونت من هنا كده هتيجي على طبعا هنا لو جينا على هنلاقي اه البيمنت اه هنا نوت بيابل وهنا مفيش ربط لسه نو بي ام تمام طيب اجي افتح من هنا ده الاميل اللي انا مسجل بيه وده الاسم الاول وده الاسم التاني هنفتح هنفتح كده تابة جديدة ونكتب فيها باي بال هنضغط على اول الرابط طبعا تمام سواء نظهر بالانجليزي او بالعربي هنضغط على اه افضل افضل اللغة تكون اجنبي تمام اه ممكن تفتح اكاونت تمام وده انا هقول لكم في حلقة مختصة بالبي بال بس ايه الفرق ما بينهم وايه مميزات كل واحد فيه هنا اهم حاجة بقى لو اللغة عربي بتيجي من تحت هنا تخليها انجليش تمام انما لو هي انجليش هتشتغل عادي جدا هتدخل رقم تليفونك وبعد كده هيجي لك رسالة هيقول لك سيكوريتي هتقول له هيجي لك كود هتدخل الكود في المربعات دي الكود وصل اهو كده دخلنا الكود هنا كده بيقول لك دخل لي بقى الايميل والاسم بتاعك والبيانات بتاعك عشان ما يحصلش اي خطأ وانت بتقبض من سيب هتعمل ايه? هتيجي على خانة التابلت دي تاخد البيانات كده كلها كوبي هتيجي هنا كده تحط الايميل في خانة الايميل تاخده كده كوبي تيجي تحطه هنا كده برضو نفس الكلام كوبي وطبعا الباسورد بتاعك تمام وبعد كده نكس هتجي هنا مسلا الدي بتاعك بتكتب تاريخ ميلادك بقى بتكتب اللي هنا تاخد العنوان من هنا كده كوبي تحطه هنا تجي تاخدها هنا كده كوبي يعني هي هي البيانات بعد كده يا جماعة بتعلم على هو هنا بيقول لك ايه بقى اه لو انت عايز تضيف كارت او مش عايز تضيف كارت هتقول له او عايز ترسي الاموال او عايز حاجة يعني بتقول له بسيف طبعا هنا بيقول لك يعني عايز تضيف كارت اه ضيفان الكارت حاجة بسيطة جدا يا جماعة تمام هنقول له يعني مش دلوقتي بعد كده الاكاونت بتاعنا كده جاهز ولكن عليك انك تفعل الاكاونت الاول قبل ما تستلم اي اموال عليه عشان ما يحصلش اي تجميل ازاي فيه رسالة هتكون جت على الرسالة دي بتقول لك هنضغط عليها ونعمل خلاص كده اه لو انت بقول لك بقى عايز تعمل للبنك بتاعك هنقول له وقت تاني هنقفل نعمل هنا كده بقول لك العملة بتاعتك الرئيسية اليورو ممكن تجي من هنا كده تمام هتقول له وتنزل تحت شوية هتلاقي عملة اليو اس دي اللي هي الدولار هتخليها مكان اليورو تمام تجي هنا كده حلو الكلام ممكن تجي على هنا كده لازم تتابع كل شوية عشان لو طلب منك لأي حاجة هنا كده بقول لك ممكن تعمل من هنا برضو خلينا اجيب اللغة العربية افضل بتيجي من الترس ده بتنزل تحت شوية بتلاقي هنا بياناتك كلها واهميلاتك وكل حاجة اللغة بتاعتك هنخليها العربية بعد كده بتيجي على خانة اليوم تاني بتيجي على ربط البطاقة بقى ربط بطاقة سحب اواتمان بالنسبة البطاقة اللي شغالة في مصر بطاقة ايزي باي وبطاقة يلا ادخل رقم البطاقة البطاقة لازم يكون عليها على الاقل يا جماعة اتنين دولار طبعا انت بتدخل ارقام البطاقة هنا والبيانات والتاريخ الميلاد والسي في في وكل حاجة بتدوس على ربط بطاقة انا طبعا البطاقة دي انا طايفها قبل كده اصلا فمش هتقبل مجرد ما انت تجيب البطاقة الجديدة واتدخلها هتقبل معاك عادي جدا تمام يب احنا كده عارفنا بنعمل حساب ازاي وبنضيف البطاقة ازاي تمام نفترض ان الحساب ده مفاعل وتمام التمام عايز اربط بقى الحساب دوت بسي باي بلد ايه اللي هيتم باجي هنا على او بنزل تحت نفس الصفحة اللي ان كنت وقف فيها بس لازم اعمل وبعد كده هنا طبعا اكتف نط وبعد كده فيش حاجة مربوطة خارص باجي على من هنا بنزل بقى تحت شوية بختار طبعا بختار طبعا بختار طبعا السنة اللي انا نفس التاريخ الميلاد اللي انا دخلته في ايه في وبعد كده بدوس بقول له هنا كده بقول لي انت عايز تبعت فلوس على ايه فلوس بتاعتك او ارباحك هنبعتها لك ازاي تحوي البنكي وفي حوال عادية خالص وفي احنا نشتغل على عملة بتاعتك ايه احنا طبعا عملناها يورو هننزل على اخر واحدة تحت بقول لك هو مكترح عليك ان الاميل بتاعك هو هو نفس الاميل بتاع بلد فاحنا طبعا خدنا الاميل نفسه عملنا بحساب فمش هنغير اي حاجة بقول له بقول لك بقى اديني الاسم بتاعك في باي بال والاسم التاني في باي بال برجع للباي بال طبعا باخد الاسم الاول والتاني وهو هو اصلا نفس البيانات اللي انا مدخلها في بلد هي هي نفس البيانات في باي بال فباخد نفس الاسم كده كوبي وبرجع تاني لخانت التابلتي بحط الاسم الاول وطبعا الاسم التاني وبعد كده اجريه وبعد كده عشان لما يطلب مني بطاقة او تفعيل بعد كده اه اه ابقى انا قلبي جامد بقى وبرفع بطاقتي وحاجتي وشغلي مفيش اي حاجة بعد كده بعلم على اول واحدة وبعد كده وبعد كده بعلم على اخانة الصح دي وبكتب اسمي هنا كده تمام وبعمل على بيزهر لي الصفحة دي بكتب اسمي هنا كده وتحت بكتب الدولة بتاعتي لازم اختارها من هنا وهنا نفس الكلام تمام وبعد كده بعلم علامة الصح دي تمام وبنزل تحت شوية وباجي هنا التاني بختار ايجيبت. تمام? وبرضه بعلم علامة الصح. وبعد كده كونتينيو. هنا كده بقول لي التاكس تمام? انا بعلم على هنا كده. بيقفل هوملي. وبعد كده كونتينيو. لان انا مش مواطن امريكي فمش هحط بياناتي ضريبية. هنا كده بقول لك اختار الدولة بتاعتك. تمام? هقول له ايجيبت. اي ان كان دولتك. اشتغل زي ما انا اشتغل. بتنزل بقى تحت شوية بقول لي البيانات بتاعتك اللي انت دخلتها ايه? تمام? لو عايز ترجع عليها اللي هي خانت الريفيو دي. اه عايز تعدل عليها بتقول له باك كونتينيو. يعني كمل مفيش مشكلة هندوس كونتينيو. بعد كده بقى البرت سري دوت هنعلم على كل اللي هي خنات الصح دي كده. كده. تمام? وهنا كده يعني انت بتقول له انا بشخصي اللي انا عامل الحساب. وهنا كده هنحط الاسم بتاعنا. الى كونتاكت ايميل. هنحط نفس الايميل بتاعنا. اللي هو ايميل التواصل. تمام? هنا كده. وندوس على كده خلاص ملينا الفورم. وهنا بقول لك انت كده ايه? عملت كل حاجة. احنا كده ربطنا الباي بال بسي بي بلد. يعني اي ارباح هتيجي على الباي بال. ولكن قبل ما استلم اي ارباح علي ان انا اربط البطاقة اللي انا هستلم عليها بقى الفلوس من جوه الباي بال على البطاقة اللي انا ايه? هتعملها يعني. لو انا جيت على خانة طبعا هنا احنا عرفنا انه هو اكتف. وهنا نوت بي بل وهنا نوت بي ام. طب لو انا هاخد الرابط ده كده وهاجي افتحه في خانة جديدة. تمام? عشان اشوف اي التحديس اللي انا عملته دوت او الاعدادات اللي انا عملتها دي صح ولا لا. بنزل تحت شوية بشوف الفيديو ستاتس. هنا قال لك اكتف. هو اكتف اصلا. هناك قال لي ايه? قال لي نوت بي بل. وتحت الدني نو بي ام. يعني مفيش اصلا طريق الدفع. بيمينت ميسود نو بي ام. هنا كده قال لي البيينت ميسود باي بال. البي ابل. قال لك بي ابل. مستحق الدفع. يبانا كده ايه? ربط بتاعي. بسيب بتاعي. خد بالك اول دفعة هيطلب منك الهوية. تمام? هترفع له باسبور او البطاقة الرقم القومي. بيقبلها خلال اربعة عشرين ساعة. وبيبعت لك ارباحك عادي جدا. اول مرة بس اللي بيطلب منك ايه? الهوية. ممكن يطلب وممكن لا. والباي بال ممكن يطلب هوية وبرضو ممكن لا. اهم حاجة ان انت عامل حاجة ببياناتك عشان لو قابلك اي مشكلة تقدر تحلها وانت قلبك جامل. وبكده تكون خلصة حلقتنا. كنت معكم سيد نعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.